اشتركوا في القناة إخواني وأخواتي إن قصة آدم وإبليس فيها مواعظ وعبر كثيرة لا بد أن نعتني بها وأن ننتفع بها فإنما أنزلها الله وعدد مواضعها في القرآن وفصل فيها وأحكمها وفصلها بعد الإحكام وطوى منها في مواضع ما نشر في مواضع أخرى لتكون بينة لنا ولتكون وقاية لنا من شرور عدونا فلا بد أن نستحضر ما يضعه من الشراك والشباك ليصطاد بها منا من يصطاد فإنه يسلط جند الشهوات على بعض الناس والشهوات تنقسم إلى قسمين إلى شهوات حسية وشهوات معنوية فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب التملك وحب الخلود كذلك يسلط جنده الآخر وهو جند الشبهات وهي كذلك تنقسم إلى قسمين جند الشبهات في العلاقة بالله وقد أشرنا في الحلقة الماضية إلى بعض ذلك وجند الشبهات في العلاقة بالناس بمحاولة تعظيمهم أكثر من اللازم أو تحقيرهم أكثر من اللازم وعدم الاعتدال في التعامل معهم وعدم الأخذ بالوسطية وأداء الحقوق إلى مستحقها وعدم التجاوز في ذلك ولا وكس ولا شطط وكذلك فإنه يحاول مع الإنسان أولا الوقوع في الكفر والشرك والخروج من الطاعة بالكلية حتى يستحق معه النار فإن عجز عن ذلك حاول أن يقعه في كبائر الإثم والفواحش فإن عجز عن ذلك حاول أن ينقص بعض الفرائض وأن يترك بعض ما فرض الله عليه من الفرائض فإن عجز عن ذلك حاول أن يشغله ببعض الفرائض عن بعض فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات وخلاف الأولى حتى يضيع عليه وقته الثمين فإن عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض السنن والمنذوبات أو أن ينشغل بالسنن عن الواجبات أو أن ينشغل ببعض السنن عن بعض ويحاول أن يجعل له هذه متناقضات متعارضات وأنه من الصعب جدا أن يجمع بينها وبعد ذلك إذا عجز عن ذلك كله حاول أن يشغله بما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويحاول أن يشغله بمتابعة أخبار الآخرين والتطلع على أسرارهم وكشف عيوبهم أو مدعم داحهم وهذه ليست داخلة في تكاليفنا فقد جعل الله على كل إنسان منا ملائكة يكتبون وهم اطلعون على أعماله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وليس من تكليفي أنا أن أكشف عن صرائر الناس ولا أن أطلع على عيوبهم أو محاسنهم فقد كتبها الله وعلمها وكلف بها ملائكة يكتبونها حتى يثيبهم عليها وكذلك سيحاول أن يشغل الإنسان بالخوف من أمور لا تناله ولا تصل إليه فيخيل إليه أنه سيصاب بفيروس كورونا وأنه سيصاب بالداء الفلاني والداء الفلاني ويأخذ ذلك وقتا من جهده من وقته وتفكيرا من تفكيره ما سيصاب به من الأدواء والأمراض والأسقام والآفات والمصائب في ماله وفي نفسه وفي أهله وفي وظيفته وفي غير ذلك والواقع أن ما يصيبه قد كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن وأن تفكيره في أمور لم تصبه إنما هو من إضاعة الوقت وإهدار الجهد وكذلك يحاول إشغاله بالتفكير في مصالح ومنافع لم تكن لينالها فيخيل إليه أنه سيعيش مئة سنة ويخطط لما سيفعل في العام القادم والعام الذي بعده والعام الذي بعده والأرباح التي سيجنيها من كذا والبنيان الذي سيبنيه والشركات التي سيقيمها والمشاريع المتعددة الكثيرة فيشغله بالتفكير في أمور يقصر دونها عمره وتأتي دونها منيته ويأتي الأجل فيقطع الأمل والانشغال بها كذلك مضيعة للوقت والجهد وكان بالإمكان أن يشغل ذلك الوقت فيما يقربه من الله وينجيه وأهل التربية يقولون الصوفي بن وقته فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها فاشتغل بما أنت فيه وترك ما مضى فقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سئل عن بعض الفتن التي وقعت بين سلفنا الصالح قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا وقد قال بعض أهل العلم فيما يتعلق بالكلام في مدح الناس إنك عملت عمل الملائكة وهم يقومون به ولم يسألوك المساعدة فالملائكة الكرام خلقوا لهذا وهيئوا له فهم يطلعون على هذه الأعمال ويكتبونها وأنت لم تخلق لذلك ولم تهيأ له ولك تكاليف أخرى ولم يطلب منك الملائكة عونا في أعمالهم فاشتغل بما يعنيك وازهد فيما لا يعنيك وكذلك إذا عجز عن هذا سيحاول أن يوصلك إلى الإعجاب بنفسك وهو صفته هو إما أن تعجب بعنصرك وبعمل آبائك وإجدادك وبما كانوا عليه من المفاخر أو أن تعجب ببدنك وخلقتك وقوتك وجمالك ولونك وبشرتك وشعارك وهذه الأمور ما خلقتها ولا لك فيها أي فضل فليس لك أن تفخر بها وكذلك إما أن يشغلك بالإعجاب بإنجازك وعقلك وتدبيرك وثقافتك وعلمك كحال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وإذا عجز عن إعجابك بنفسك سيحاول أيضا أن يوصلك إلى تحقير نفسك في عينك وازدرائك لأعمالك وازدرائك بنفسك في كل شيء فيحاول معك أن تيأس وتقنط من رحمة الله كما قنط هو من مغفرته ورحمته فيبين لك أنك قد أوجبت النار وأنك لا يمكن أن تصلح للمنافسة وأنك تعرف نفسك وتعرف أنك ضعيف في عبادتك وضعيف في علمك وضعيف في زهدك وضعيف في كل إقبالك على الله وضعيف في أنسك بالله وضعيف في قراءتك للقرآن وفي تدبرك وضعيف في ذكرك وضعيف في قيامك للليل وصلاتك وأنك ضعيف في خلواتك وإذا بقيت وحدك فكثيرا ما تفكره ما لا نفع فيه ولا خير أو فيما هو معصية وضرر عليك فيطلعك على الجانب السلبي وعلى الجانب الفارغ أو القسم الفارغ من الكأس ويشغلك به عن الجانب المملوء أو الذي فيه نفع وحينئذ تنكسر وتبقى في دوامة من الإرهاق والإتعاب لنفسك عندما تنكسر أمام كل مشارعك وتظن أنها جميعا قد انتهت وأنها لا يمكن أن تنجح في شيء وقد رأيت بعض الأفراد خيل إليهم الشيطان أنهم لا يمكن أن ينجحوا في شيء يخيل إليهم أنهم لا يمكن أن ينجحوا في دراسة ولا في زواج ولا في شركة ولا في جمع مال ولا في أي إنتاج لأن عدوهم قد تغلب عليهم فيخيل لهم أنهم فاشلون وأنهم خلقوا للفشل أصلا وهذا غير صحيح فالإنسان خليفة كريم على الله كرمه الله فعليه أن يبذل جهده وأن يسعى لحسنة المعادي وأن يسعى لدرهم المعاش وإذا سددونه بابه فسيفتح له باب آخر فليبحث عن الباب المفتوح ولا يشغل نفسه بالباب المسدود فكما أننا الآن لا نقول لماذا أخرجنا الله من الجنة ونريد أن نرجع إلى الجنة ونحاول التعلق بأمر قد أخرجنا منه فنحن نتعلق بالجنة الآتية وليست بالجنة الماضية الجنة الماضية قد مضت وأخرج منها آدم وحواء وإنما علنا أن نتعلق بالجنة الآتية وهي جنة الخلود التي لا يخرج منها من دخلها وهي التي نعمل الآن للوصول إليها فهي أولويتنا واليأس من رحمة الله واليأس من روحه هو مثل الاعتداء والأمن من مكره والله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَيْأَسُ قال وَمَنْ يَقْرَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ وقال لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون وكذلك في المقابل قال في أمن مكر الله قال وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ فلذلك لا بد أن يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف وأن يعيش في العمل وهو لا يعلم هل يقبل منه أولا فهو يخاف فهو يعمل ويجد ويجتهد ولكن يعلم أن القبول إلى الله وأن النجاح من عند الله ونحن مكلفون ببذل الأسباب ولسنا مكلفين بالوصول إلى النتائج ونجاحنا إنما هو بنجاحنا في أن نبذل الأسباب وبهذا يعيش الإنسان حياته برخاء ولا يوغل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الونبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال فأوغلوا فيه برفق وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقالبوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للقصد وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى سواء الصراط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة